الى المربع الاول يعود المشهد السياسي في السودان فبعد سبعين وعشرين يوما من قرارات اعتبرها الرافضون انقلابا عسكريا يعود قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ليوقع مع المدنيين اتفاقا بشأن الفترة الانتقالية التي بدأت في الواحد والعشرين اوت الفين وتسعة عشر وتستمر ثلاثا وخمسين شهرا انهاء الاقامة الجبرية لعبدالله حمدوك وعودته لمنصبه رئيسا للحكومة في السودان بناء على اتفاق سياسي جديد اثار ويثير تساؤلات بشأن الاوضاع على الارض ومسارها في المرحلة المقبلة وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق دعا حمدوك للتوافق على كيفية حكم السودان وقال ان توقعه على الاتفاق يهدف الى حقن دماء السودانيين والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين من جهته قال البرهان الاتفاق الجديد اسس لمرحلة انتقالية حقيقية وانما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل الخامس والعشرين اكتوبر الماضي لكن الاتفاق الذي جاء بعض ضغوط دولية لا يبدو نهاية المشهد بل بداية جديدة ربما تصطدم برفض احزاب وقواه لا تحبذ الشراكة مع من تصفهم بالانقلابيين حيث اعلنت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي رفضها للاتفاق مؤكدة انه لم يتطرق الى جذور الازمة التي انتجها ما وصفه التحالف بانقلاب الخامس والعشرين اكتوبر الماضي بدوره اعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا في الانتفاض التي اسقطت عمر البشير عام الفين وتسعة عشر اعلن رفضه الاتفاق في بيان شديد اللهجة واصفا اياه بالخيانة ومعتبرا الاتفاق انتحارا سياسيا لعبدالله حمدوك في المقابل ابدا نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان دقل حمدتي فجر الاثنين الاستعداد للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني ودعى حمدتي الشركاء الدوليين والاقليميين الى مواصلة دعم السودان وصولا الى التحول الديمقراطي المنشود وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية وفي وقت تباينت فيه ردود الفعل المحلية ازاء الاتفاق رحبت جهات دولية بالخطوة التي جمعت المكوينين العسكري والمدني وزير الخارجي الامريكي انتوني بلينكين بدوره دعا جميع الاطراف السودانية الى اجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لاكمال المهام الانتقالية الرئيسية بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان يذكر ان مظاهرات خرجت امس الاحد في مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وامدرمان رفضا للاتفاق السياسي وللمطالبة بعودة السلطة المدنية